اه اجاي طبعا مش حبقى موجود فيه اه ماتش امبي بسبب صفره ليه اه نيجيريا زي ما حضراتكم عارفين بخلص بعض اجراءات الصفر اه علشان ينضم ليه منتخب بلاده خلال الفترة اه المقبلة اجاي وليد ازارو اه وليد ازارو كان لعب مباراوة دي على ما اتخيل عما اظن يعني مع منتخب المغرب تقلق لفة النظر هده في الدور المصري مع النادي الاهلي اه طبعا وضعية طبعا يبقى موجود فيه منتخب المغرب انما اجايب بالنسباله اه ومن نسباله وبالنسبال المدير الفني كابت حسان البدري ده انتصار ما بعد انتصار الحقيق يعني انه عندك لعيب اه اه بيروح لمنتخب اه نيجيريا اه ما كانش موجود على الخريطة خالص اه ده انتصار ليه هو كلاعب عنده ارادة وعنده اه طموح كبير انتصار للمدير الفني اللي عمل منه اه وصله ليه المستوى ده وبرضو حاجة تحسب ليه الدوري المصري انه دايما اللعيبة الافرقى بيبصوا على الدوري المصري انه المحطة اللي بتنقلهم ليه اه اه اوروبا فبرضو كويس انها تبقى محطة بتنقلك كمان لمنتخب اه بلدك ونيجيريا دايما حياة معروفة انه فيها مواهب كتير جدا جدا ولعيبة اه متميزين اجايلة يقل عنهم حياة خلال الفترة اللي ظهر فيها مع النادي الاهلي اشتركوا في القناة